اشتركوا في القناة تم تنظيمها صباح اليوم يسرنا أن نعلن استئناف تشغيل ساحل بلاج الجزائر والذي يأتي تطويره في إطار المسيرة التنموية بقيادة حطرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله وكان معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة بحضور سمو الشيخ خليفة بن علي أهل الخليفة محافظة المحافظة الجنوبية ورؤساء تحرير الصحف المحلية قد أعلن في احتفالية نظمتها شركة البحرين للاستثمار العقاري إدامة ذراع العقارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين أعلن عن إعادة افتتاح ساحل بلاج الجزائر للعامة كما قام معاليه بإزاحة الستار والكشف عن الهوية والعلامة التجارية والرسمية الجديدة لهذه الوجهة الترفيهية وبهذه المناسبة أكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة أن تطوير الذي شهده مشروع بلاج الجزائر لا سيما مع انتهاء أعمال المرحلة الأولى البالغة كلفتها خمسة ملايين دينار لتطوير واستصلاح الساحل والتي تشتمل أيضا على توفير مواقف سيارات وإنشاء مرافق خدمية وممشى بطول 1.2 كيلومتر ذلك إلى جانب المكونات الرئيسية المرموقة المرتقبة والتي سيضمنها المشروع مستقبلا كل هذا قد أهله إلى أن يطلق عليه اسم المدينة السياحية والتي تعد واحدة من مرتكزات الاستراتيجية السياحية الجديدة لمملكة البحرين للأعوام 2022-2026 والتي تعتبر من إحدى برامج تنمية القطاعات الواعدة المنفذة لرؤية أوسع وأشمل ممثلة في خطة التعافي الاقتصادي وشدد معالي على أن مملكة البحرين بفضل رؤية حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدة حفظه الله ورعا وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله عقدت العزمة على مواصلة تجاوز كافة التحديات التي خلفتها جائحة فيروس كورونا على المستوى العالمي عبر تحويل تلك التحديات إلى فرص للاستثمار في المواطن البحريني وتوفير كل ما يهيئ له سبل العيش الكريم كما نوهم علي بالجهود التي كانت ولا تزال تبدلها شركة إدامة التي تواصل تحويل الرؤى إلى واقع ملموس مع تقدم الإنجاز في هذا المشروع الطموح والذي من المقرر أن يضيف إلى الخارطة السياحية لمملكة البحرين عموما وجنوب غربها على وجه التحديد مرفقين مهمين يتمثلان في فندقي آفاني وتيفولي والذين سيشكلان بافتتاحهم بحلول العام 2024 أول مرافق للضيافة في مشروع بلاج الجزائر بإعادة افتتاح مشروع بلاج الجزائر للعام صباحا هذا اليوم بعد تطويره من قبل شركة البحرين للاستثمار العقاري إدامة صعت الشركة إلى تحويل مشروع بلاج الجزائر إلى وجهة سياحية عالمية تعزز مكانة البحرين إقليميا وعالميا من خلال توفير كافة المكونات الرئيسية المنموقة المرتقبة التي سيضمها المشروع مستقبلا والتي أهلته لأن يطلق عليه اسم المدينة السياحية التي تعد واحدة من مرتكزات الاستراتيجية السياحية الجديدة لمملكة البحرين للأعوام 2022-2026 والتي تعتبر من إحدى برامج تنمية القطاعات الواعدة المنفذة لرؤية أوسع وأشمل ممثلة في خطة التعافي الاقتصادي لا شك أن هذا الافتتاح هو مؤشر إيجابي لهذا المشروع الكبير الذي تعتبره المحافظة الجنوبية من أهم المشاريع الاستثمارية والتنموية ولا شك أننا حريصين دائما لمتابعة حزمة من المشاريع والخدمات في ظل حرص المحافظة لتنفيذ توجيهات سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك حمد بن عيسى الخليفة آهل بلاد المفدى حفظه الله ورعاه وبدعم من صاحب السمو الملكي لأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي الأهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه والمحافظة تولي اهتماما كبيرا لهذا المشروع وما تقوم به شركة إدامة من تطوير للكثير من المرافق والمشاريع وهو متنفس كبير للأهالي وسوف يستقطب عدد كبير من الزوار والمقيمين والمواطنين ونحن دائما متفائلين أن التنمية الاستثمارية مستمرة والنهضة الشاملة التي تشهدها المحافظة الجنوبية مستمرة وتقوم شركة إدامة بتطوير ساحل بلاج الجزائر العام وإضافة المزيد من المرافق بهدف تحويله إلى وجهة سياحية رئيسية توفر فرص إضافية للإقامة وأنشطة ترفيهية ومحلات تجارية مستدامة ومرافق وخدمات عصرية تخدم عموم المواطنين من مرتدي الساحل هذه الزيارة التي نتشرف بها مع معالي الشيخ خالد من عبدالله ومحافظ المنطقة الجنوبية هي متابعة لتنفيذ مشروع البلاج الجزائر استصلاح البلاج من ضمن رؤية سيدي سمو ولي العهد على متابعة المشاريع بالنسبة حق التعافي الاقتصادي هذه مثل برنامج مهم وبلاج وموقع مهم البلاج صرفت شركة إدامة تقريباً خمس مليون دينار بالنسبة حق استصلاح البلاج تغيير التربة المرافق التي نشوفها حين موجودة طبعاً هذه المرحلة الأولية يعني هناك خطة زمنية في خلال عدة سنوات في 2024 نحن سبق وعلننا أنه بنفتح فندقين تيفولي وأباني بيكونون أيضاً موجودين في الشاطئ في البلاج وهناك مطاعم ومرافق وقطاع تجزئة مشروع تطوير بلاج الجزائر سيكون بمثابة مدينة جديدة متكاملة العناصر الحيوية بمملكة البحرين على الصعيد الترفيهي والسكني والسياحي والاستثماري لتعزيز مكانة البحرين على خارطة العالم كوجهة سياحية عالمية لتنسجم مع تطلعات السياحي من دول العالم كافة ويكون أحد الوجهات السياحية المائية والبيئية الأكثر تطوراً على مستوى المملكة ويتحول من مجرد صاحل اعتيادي إلى مركز استجمام شامل وينضم إلى قائمة المقاصد السياحية المفضلة استكمالاً لخطط المملكة في النهوض بالقطاع السياحي لما لمشروع بلاج الجزائر من عوائد اقتصادية مرجو تحقيقها ضمن الدور الإيجابي الذي يلعبه قطاع السياحة في الناتج المحلي الجمالي اليوم وبعد إعادة افتتاح صاحل بلاج الجزائر لاستقبال مرتدي تكون مملكة البحرين وتحديداً المحافظة الجنوبية فيها قد احتضنت مرفقة جديداً يعيد بتنشيط القطاع السياحي لتحقيق نمو مستدم وتحقيقاً لأهداف وأولويات خطة التعافي الاقتصادي خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين